اشتركوا في القناة هي المسؤولة عن جميع الاغذية والمشروبات في الفندق بصفة عامة يعني اماكن كتيرة جدا مسؤولة عنها ادارة الاغذية والمشروبات زي المطاعم الكافيترية قسم الحفلات المطبخ وهكذا النهاردة هنتكلم باستفادة عن اللي احنا وقفنا عنده الحلقة اللي فاتت اللي هي قسم الحفلات وقلنا قسم الحفلات هو مسؤول عن اي حفلة بتقام في الفندق اي حفلة بتقام في الفندق نعرف النهاردة ايه هي مسؤولية قسم الحفلات ومسؤول عن ايه اول حاجة مدير قسم الحفلات مسؤول عن اهم حاجة في قسم الحفلات انه هو يقابل الايه يقابل العملاء عشان يتفق معهم على الحجز طبعا اي حد بيعمل اي حفلة في فندق او في قاعة خارجية يعني قسم الحفلات لازم يروح يحجز القاعة يحجز القاعة دي يعني ايه اما بيقابل المدير بتاع القسم الحفلات ده بيتفق معهم على كذا حاجة اهم حاجة اللي اتفقق دي اللي هي ايه مثلا بنعمل قائمة طعام يعني مثلا هنقدم ايه في الحفلة هنقدم مشروبات بس هنقدم ايه مع المشروبات ايا كان طبعا اللي هيتعمل في الحفلة ممكن مثلا لو حفلة صغيرة فيها بعض المدعوين هيتقدم مثلا عصير هيتقدم حاجات مقفولة اللي هي زي الكنزات او العصير او الحاجات دي الحاجات دي دي هي دي اللي بيتفقوا عليها لو حفلة كبيرة مثلا حفلة زواج او او مثلا خطوبة او كده مثلا على حسب امكانيات كل ايه كل عميل ممكن مثلا نقدم مع العصير مثلا او مع المشروب اللي هيتقدم مثلا ترطة او جاتو او وجبات خفيفة وهكذا او نعمل مثلا بوفي مفتوح دي كلها عبارة عن قوائم الطعام اللي احنا بنتفق عليها اما بنيجي نتفق على الحفلة يبقى مثلا لو هنعمل بوفي مفتوح هيبقى مثلا ايه طائمة الطعام اللي احنا نعملها واحد اتنين تلاتة يبقى العميل هو اللي بيحدد قائمة الطعام اللي هي ايه اللي هيطلبها وده كله بيختلف على حسن من عميل لاخر اكيد لان كل حاجة العميل بيطلبها بيدفع ثمنها يبقى كل واحد بيطلب حاجة بيدفع ايه بيدفع ثمنها بعد كده اما نتفق بقى على القائمة الطعام وكل حاجة بنعمل الايه بنعمل العقد طبعا ده كله بيبقى مع مدير الايه قسم الحفلات بنعمل العقد مع العميل طبعا اتفقنا على كل حاجة وانتفقنا السعر وقائمة الطعام بنعمل ايه بنتفق وبنكتب العقد زي اي حد او اي مكان بيعمل ايه بيعمل اتفاق مع اي مكان انت ما بتروح تتفق مع اي حد مش بتكتب عقد ليه عشان مثلا الوقت اللي انت رحت فيه ما فيش حد غيرك يجي فين في نفس الوقت يبقى ده العقد بيخليك في شوية حاجات كده انت لو مثلا لو حد جي بدلك يبقى انت لك حق ان انت تاخد حقك ان انت دفعته لو مثلا المعاد عايز تغيره بس بتغيره في وقت بيحدده قسم الحفلات يعني مثلا لو فيه وقت ضغط زي الوقت اللي هو بيبقى فيه حفلات كتير بيبقى صعب قوي تغيير الوقت والعقد بيبقى اما بنجي نجي نكتبه في الاول بيبقى حاجة ابتدائية كده وبعدين بنأكد العقد بعربون وطبعا انت ما بتدفع العربون بيبقى ده كده ايه تأكيد للحجز بتاعك بعد كده كتابة بيانات الحجز في دفتر الحجز يعني ايه بنكتب بيانات الحجز طبعا قسم الحفلات بيبقى لهم ايه دفاتر مخصوصة قسم الحفلات ده بيبقى عبارة عن الدفتر الكبير ده وبنكتب اسم اللي كاتب العقد اسم مثلا صاحب الحفلة وبعدين عدد المدعوين والقائمة والسعر وهكذا يبقى احنا عندنا ايه الدفتر بتاع قائمة الايه قائمة الحجز بعد كده بنختر الايه الحفلة بنختر الحفلة لمين معاد الحفلة ونوعها وهكذا لمين اول حاجة بنشوف نوع الحفلة الاول بنشوف نوع الحفلة الاول وبعدين بنكتب صاحب الايه الحفلة وبعدين نكتب اسم القاعة لو الفندق في كذا قاعة بنكتب اسم القاعة اللي هيتعمل فيها الايه الحفلة بعد كده بنكتب التاريخ التاريخ بتاع الحفلة لازم يكتب ليه عشان انا معايا عقد بالتاريخ ده ما ينفعش اغير المعادة داي لان انا كاتب ايه كاتب عقد بعد كده بكتب تاريخ التعاقد ده كله فين في اختار الايه الحفلة اهم حاجة في الحفلة عدد المدعوين ليه بقى عدد المدعوين وبالاخص لما يكون في فندق طبعا الظروف اللي احنا فيها اللي هي الامراض اللي احنا لمنتشرة اليومين دول عدد المدعوين بيبقى قليل قوي ليه عشان عدم انتشار الامراض كان قبل موضوع الامراض ديه بيبقى عدد المدعوين على قد الحفلة يعني القاعة سغيرة بنحدد عدد المدعوين على اساس القاعة ما ينفعش قاعة كبيرة وقول لهم مثلا ايه ميت فرد لا يبقى انا عندي القاعة على حسب ايه العدد المدعوين اللي هيجولي ما ينفعش قاعة شغيرة اجيب فيها الف مدعو وصل يبقى انا عندي ايه عدد المدعوين مرتبط بالقاعة نفسها بعد كده نوع القائمة نوع القائمة اللي هي بتاعت الطعام اللي احنا لسا يلينا عليها حالا اللي هي مثلا عايز ايه في الحفلة عصير بس ولا كنز ولا قائمة الطعام ولا بوفي مفتوح ولا هكذا يبقى احنا عندنا قائمة الطعام دي من الحاجات المهمة جدا عند ايه عند اختار ايه الحفل سعر القائمة سعر القائمة بتاعت الطعام دي محددة بعدد الاطعمة اللي موجودة فيها يعني انا عامل بوفي مفتوح وبوفي كبير على قد الفلوس اللي انا دفعها البوفيه اه مثلا جايب فيه مجموعة من اللحوم ويه 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 يبقى انا سعر الطعام اللي انا اللي انا هدفعه على حسب ايه القائمة بتاعتي اللي انا ايه حددتها يبقى القائمة سعرها بيتحدد على حسب اللي موجود فيها بعد كده الظهور الظهور بقى والحاجات اللي موجودة في الحفلة مثلا الترابيزات عليها ظهور مثلا الكوشة اللي وراء حواليها ظهور مثلا لو فيه اي مؤتمر فيه ظهور بسيطة ممكن يعني بتبقى في القاعة نفسها ما بيتحاسبش عليها وهكذا يبقى التجهيزات بتاع القاعة كل حاجة في القاعة بيئيه بيتحاسب عليها العميل بعد كده البرنامج برنامج الحفلة عبارة عن ايه يعني مثلا لو عندي مؤتمر عندي بداية المؤتمر مثلا فيه كلمة لرئيس المؤتمر بعدين كلمة لكل دكتور من الدكتور اللي موجودين في المؤتمر وبعدين اسئلة وهكذا يبقى البرنامج بتاعي بيتحدد على حسب نوع نوع الحفلة عندي مثلا قاعة افراح فيه قاعة افراح بيطلب مثلا المدعوين بيدخلوا الاول وبعدين العروسة والعريس بيدخلوا على حسب المتفق عليه فيه زفة مثلا فيه كذا فيه كذا يبقى اللي احنا بنقول عليه هو اللي هيتعامل فين في البرنامج بتاع الحفلة يبقى احنا عندنا كل حاجة لازم نتفق عليها حتى الاغاني اللي هيتعامل في الحفلة لازم نتفق عليها خلاص بعد كده التصوير التصوير هيبقى مثلا هيبقى للقاعة كلها ولا هيبقى مقتصر على العروسة والعريس بس ولا ايه يبقى التصوير ده الكاميرا صغيرة يا دوبك تصوير محدود ولا القاعة كبيرة فيه تصوير كبير بقى وجايب القاعة كلها وجايب الناس كلها يبقى التصوير برضو عليه ايه عليه اتفاق وبرضو سعاد بيبقى مش كاميرا بس لا بيبقى فوتوغرافر كمان اللي هي الصور اللي هي بتتاخذ عادية بناخد ايه بناخد اتفاق عليها كمان بعد كده 12% خدمة يعني ايه 12% خدمة انا دلوقتي بقدملك خدمات في القاعة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ايه الخدمة ديت الخدمة دي اللي هي بتبقى قبل الحفلة وبعد الحفلة واسناء الحفلة ايه قبل الحفلة ان انا بوضبلك الايه بوضبلك القاعة وبوضم لك الترابيزات والمفارش وهكذا التكيف في مروح في مثلا سماعات في كذا في كذا تمام بنضف لك القاعة بتيجي تلاقي القاعة نضيفة أثناء الحفلة بيبقى تقديم القايمة اللي احنا عاملينها المشروبات في ناس بيلفوا بيقدموا لك مشروب في البوفيه في ناس بتقف بتديلك الحاجة في الاتباق اللي هما القائمين على الخدمة خلاص يبقى أنا عندي أثناء الحفلة اللي هما القائمين على الخدمة بعد كده بعد الحفلة اللي بيحصل بعد الحفلة طبعا انتوا عارفين القاعة بتبقى عاملة زي بعد الحفلة فيها مثلا ناس موقعين حاجة في الأرض الترابيزات عليها الحاجات اللي كانوا بيأكلوها اللي بوفيه عايز تشال وهكذا القاعة عايزة تتنظف يبقى كل ده 12% خدمة 12% من المبلغ يعني خدمة خلاص يبقى دي الحاجات اللي احنا بنختر بيها الحفلة بيبقى في اختار الحفلة أنا عندي كذا هعمل كذا وهيبقى الحاجات دي كلها باختر بيها باختر بيها المسؤولين عن الحفلة بعد كده الاختار ده بيوزع على مين على العاملين داخل قسم الحفلات اللي هم مين مدير الفندق مدير الفندق ده لازم يعرف الانواع الحفلات اللي بتقام في الفندق ليه عشان مثلا لو فيه عميل من العمل طلب مثلا قاعة مؤتمرات ملقاش قاعة للمؤتمرات واضطر ان هو يخرج برا الفندق ويعمل المؤتمر بتاعه المدير ده لما يعرف ان فيه حفلات عايزينها في الفندق بيعمل ايه بيطور من العمل اللي موجود في الفندق بيعمل حفلاء بيعمل قاعات خاصة بالفندق بيطلب من المسؤولين على الفندق ان هم يوفروا عمال زيادة مثلا قسم الحفلات عندنا فيه اللي هم القائمين على الخدمات مش كافيين عايزين خدمات اخرى عندنا مثلا الاغذية والمشروبات مش متوفرة قوي لا عايزين نوفرها يبقى بيطور من العمل اللي موجود فين في الفندق لانه هو مسؤول عن الفندق عن كل حاجة في الفندق يبقى مدير الفندق مسؤول عن كل حاجة من ضمنها قسم الايه قسم الحفلات بعد كده مدير الاغذية والمشروبات ليه مدير الاغذية والمشروبات عشان ينظم للعمل ما بين المطبخ وقسم التجهيز والتحضير احنا قلنا قسم التجهيز والتحضير اللي هو ايه قسم التجهيز والتحضير اللي بيجهز لي اي قسم انا بعمله انا بشتغل فيه قسم التجهيز والتحضير لو في المطبخ بوضب له الحاجة اللي هيقوم بطهيها قسم التجهيز والتحضير في قسم الحفلات بيعمل لي ايه بيحضر لي القاعة والخامات اللي أنا عايزها فين في القاعة يبقى أنا كده قسم التجهيز والتحضير لازم يبقى عنده فكرة إن في حفلة في اليوم الفلاني وهيحصل فيها كذا وكذا وكذا معدها وعدد المدعوين والقائمة اللي هتتعرض فيها وهكذا والبرنامج بتاحها كمان خلاص المطبخ لازم يبقى فيه تناسق ما بينها وما بين قسم التحضير ده عشان أنظم العمل ما بين المطبخ والقسم التحضير لو فيه بوفي عندي المطبخ هو المسؤول عن البوفي يبقى أنا لازم أقول للمطبخ إن فيه بوفي فيه جاتو هيتقدم فيه كذا هيتقدم يبقى المطبخ هو المسؤول عن الحاجات دي وطبعا لازم لازم أنسق ما بين المطبخ وما بين قسم التحضير وقسم التجهيز عشان أشوف الوقت المناسب اللي هاخد من المطبخ الطعام اللي هيتقدم في البوفي أو هيتقدم للعميل وقت الوقت المناسب على حسب طلب طلب العميل طبعا العميل ممكن يقولك البوفي هناخد رست مثلا في نص الوقت هنفتح البوفي فيه فيه عميل تاني يقولك لأ بعد ساعة من الوقت بتاعنا عشان قبل ما الناس قبل ما الناس تمشي عايزي يأكل الناس قبل ما الناس تمشي مثلا في المؤتمرات بيقولك مثلا أثناء المؤتمر بيتقدم العصير أثناء المؤتمر والمؤتمر شغال ما فيهاش أي مشاكل ناخد بريك مثلا ونعمل ونقدم الحاجات دي يبقى لازم المطبخ عنده تنصيق ما بينه وما بين قسم التحضير والإيه والتجهيز تمام كده بعد كده المطبخ لازم يبقى عنده خمات أنا بقوللي للمطبخ عشان يحضرلي الحاجات اللي موجودة في البوفي هيحضر الحاجات إزاي بإيه بخمات الخمات دي هيجيبها منين هيجيبها من باختار من مدير الفندق لأن مدير الفندق هيقول له مثلا أنت عايز الخمات دي ليه لأنا عندي حفلة كذا 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 فيها بوفي وهعمل كذا كذا وهيقول لي على الخمات وهيقول لي الحاجات اللي هو يعايزها في البوفي عشان أقوم بإعداد القائمة بتاعتي بتاعة الطعام يبقى المطبخ لازم عنده اختار بنوع القائمة عشان يعمل قائمة الطعام اللي عندي ويحدد إيه هي الخمات وإيه هي المعدات اللي هيستخدمها يعني هيعمل جاتو مثلا المعدات بتاعته والخمات بتاعته زيبه في مفتوح في أكلات مختلفة لا يبقى أنا باختره بالقائمة الطعام عشان يقول لي الخمات ويقول لي إيه إيه المعدات اللي أنا هستخدمها بعد كده طبعا المطبخ مقسم المقسم اللي رئيس قسم التهاء اللي هو مسؤول عن المطبخ بيعمل إيه رئيس قسم التهاء ده الإشراف على جميع الأقسام اللي موجودة في المطبخ إيه الأقسام اللي موجودة في المطبخ برافو عليكم قسم ساخن وحلواني ومخبوزات وإيه وحلويات يبقى الأقسام دي لازم يبقى لها رئيس ليه عشان رئيس التهاء بياخد الخمات ويوزها على الأقسام كلها أنا عندي حفلة فيها بوفيه وفيها حلويات هتتقدم يبقى أنا هاخد الخمات بتاعدي بتاعة الوجبات الرئيسية اللي هي مثلا اللحوم هواديها القسم اللحوم الوجبة الرئيسية اللي هي مثلا الرزو والمكارونة والحاجات اللي بتتقدم والشرب والسلصات لوحدها وجبة رئيسية لوحدها حلواني لوحده مخبوزات لوحده يبقى أنا كده بعمل بقسم العمل داخل المطبخ اللي مسؤول عنه مين رئيس التهاء بعد كده اختيار وتدريب العاملين رئيس التهاء طبعا هو المسؤول عن المطبخ يبقى مسؤول عن العاملين اللي موجودين في المطبخ بعمل ايه اول ما بيجي العاملين اللي موجودين عندي باخدهم بشوف مدى شغلهم عامل ازاي ليه بحدد امكانيات كل عامل عندي وبشوف مين اللي محتاج تدريب مين اللي محتاج يعني مش لازم يدخل المطبخ لانه ده مش مثلا الهيئة بتاعته ما تنفعش تدخل المطبخ يعني بختار العاملين قبل ما يشتغلوا عندي مثلا واحد جسمه صغير ورفيع قوي وما يقدرش يشيل حلة ما ينفعش ادخله المطبخ ليه عشان المطبخ كله معدات كبيرة ادوات كبيرة لو واحد جسمه صغير وعنده مثلا امراض مثلا ما ينفعش انه يدخل يشتغل في المطبخ بعد ما اخترت العاملين اللي عندي بقوم بتدريبهم بقوم بتدريبهم على اساس ان انا بشوف العاملين دور بيعرفوا يشتغلوا على الالة ديت بيعرفوا يشتغلوا في المعدة ديت بيعرفوا يشتغلوا بالخمات بالخمات ديت يعني انا ممكن عامل داخل عندي ما بيعرفش يمسك السكينة ويقطع بعمل ايه ببدأ ان انا اجيبه من اول خالص يعني من الستيورد الستيورد ده اللي هو بينظف لي الحاجة وبيجهز لي الخمات ويجهز لي كل حاجة ليه عشان ادربوا الاول وبعدين ادخلوا على قسم التقطيع وبعدين بعد كده اما ياخد قسم التقطيع ويبقى جيد فيه بدرجوا لحاجة اعلى وهكذا يبقى انا بختار العاملين وبعدين ادربهم وبعدين اشوف مين الاصلح في الشغل معايا بعد كده تطوير مستوى الاداء مستوى الاداء عندي في العميل دايما بيشتكي من الاكل بتاع المطبخ بيشتكي من الاكل بتاع المطبخ فيه حاجة غلط يبقى انا بشوف ايه الغلط من الطهي نفسه ولا من مستوى الخامات اللي عندي يعني مستوى الخامات اللي عندي مش جيدة الاكل بيطلع طعمه مش حلو الطهي بيعمل الاكل بطريقة كويسة وعشرة على عشرة بس الخامات اللي عندي خامات مش جودتها مش عالية مثلا بيجيبوا معلبات نوحة مثلا مش كويس بيجيب مثلا خامات راضيقة يبقى انا بشوف ايه السبب في المشكلة اللي عندي ان العميل بيقول ان الاكل مش حلو وبعمل تطوير لمستوى الاداء اللي عندي مستوى الاداء عمره ما هيتطور اللي معرف ايه المشكلة الاول بعد كده التأكد من مدى ومستوى الجودة التأكد من مدى ومستوى الجودة اللي هي ايه جودة الخامات اللي عندي اللي انا بستخدمها جودة الأدوات اللي أنا باستخدمها في عملية الطهي لأن مثلا عندي بطهي للفندق بشكل كبير يعني الفندق عندي كبير بعمل بطهي حاجات كبيرة أو حاجات كتيرة وأنا عندي أدوات صغيرة ما بتسعفنيش أو ما بتخلنيش أطهي بشكل جيد يبقى أنا أشوف الأدوات اللي عندي وغيرها وأعمل إيه تحسين في مستوى إيه الجودة بتاعتي واشوف إيه السبب بعد كده مراجعة على الأجهزة والمعدات كل وقت بشوف الأجهزة بتاعتي والمعدات بتاعتي فيها عطل معين فيها مثلا عايز أغير المعدة اللي عندي اللي مثلا لو عندي جهاز مثلا زي الميكروويب مثلا في العاملين ما بيعرفوش يشتغلوا على الميكروويب بضربهم على الميكروويب بشوف مدى التحسين في الأجهزة بتاعتي والمعدات بتاعتي وضرب العاملين عليها لو العاملين متضربين يبقى المشكلة في الجهاز نفسه مثلا التبريد عندي في التلاجات منخفض علي شوية في حاجات بتبوص دايما في التلاجة بعمل ايه بزبط الأجهزة بتاعتي وعمل لها ايه مراجعة دورية عشان الجودة بتاعتي تبقى ايه جودة على مستوى ايه عالي تحديد ورديات العاملين طبعا رئيس قسم الطهاء مهمته الأولى والأخيرة العاملين وكل حاجة عن العاملين اللي هو التدريب بقى والأجهزة وشغلهم على الأجهزة ومن ضمن المسئوليات بتاعته انه هو يعمل لي ايه الورديات بتاعتي يزبط لي وردياتي يعني عندي حفلات بتقام بصفة دورية بشوف الورديات بتاعت الحفلات عاملة ازاي كل 8 ساعات مثلا كل 12 ساعة في وقت الحفلة بس وهكذا طبعا ورديات العاملين في قسم الحفلات مختلفة عن المطبخ لان قسم الحفلات بيبقى قسم مخصوص لوحده في الايه في المطبخ بيبقى شغله مختلف عن الايه مختلف عن الفندق اكيد لان شغل الفندق حاجات خاصة بالفندق انما شغل الحفلات بيبقى ايه خاص بالايه بالحفلات والحاجات اللي بتقدم في الايه في الحفلات وقائمة الطعام بتاع الحفلات بيبقى ده مختص بشغل والمطبخ العادي بتاع الفندق بيبقى مختص به نستني وبيعمل لي الايه الجداول بتاعت ديت وبيفرق ما بين المطبخ اللي بتاع الفندق والمطبخ بتاع الايه بتاع الحفلات بعد كده قسم الستيورد قسم الستيورد ده اللي هو التجهيز والتحضير فيه رئيس لقسم الستيورد ده مسؤول عنه وبيعمل ايه اعمال داخل الايه داخل القسم زي ايه احنا قلنا اي قسم بيبقى له رئيس رئيس اي قسم مسؤول عن ايه عن العاملين اللي موجودين فين في القسم اول حاجة برافع عليكم يبقى تدريب العاملين اللي موجودين عندي واختيارهم بختار العاملين وبعدنا ايه ادربهم بشكل ايه بشكل لائق للجودة بتاعة الفندق يبقى لازم ادرب العاملين بتوعي بايه بمستوى جودة عالي على ايه على مستوى الفندق بتاعي طبعا ادوات التنظيف والمعدات بتاعتي لازم ادربهم عليها بشكل ايه بشكل جيد لان قسم الستيوارد ده مسؤول عن نظافة وتجهيز وتحضير المطبخ خلاص يبقى انا عندي رئيس قسم الستيوارد مسؤول عن ايه عن العاملين اتأكد من عدم موجود ادوات بالسناديق القمامة يعني ايه يعني ايه مثلا ممكن واللي شغالين في المطبخ سكينة مثلا من السكاكين وهو بينظف كده نزلت في سلة القمامة انا بتأكد ان سلة القمامة بتاعتي ما فيهاش اي ادية ليه عشان الادوات اللي موجودة عندي في المطبخ ما تقلش الادوات بتاعتي دي دية مسؤولية مين مسؤولية الشيف ومسؤولية الطهي او الستيوارد كمان ليه لان الستيوارد هو اللي بيقوم بتنظيف المكان فين في المطبخ يبقى انا كرئيس قسم الستيوارد بشوف ايه الادوات اللي موجودة اللي ممكن بطريق الخطأ طبعا ممكن الاقيها في سلة القمامة نزلت مع التنظيف او وتشالت مع التنظيف وتحطت في الزبالة او وهكذا يبقى انا لازم اتأكد من ايه من الادوات بتاعتي فين في سلة القمامة عمل كشوف حضور وانصراف لمين للعملين عندي في القسم يبقى انا مسؤول عن حضور العاملين بعمل لهم ايه كشف للحضور بتاع العاملين بتوعي بعد كده بتأكد من توفير الادوات حسب قائمة الايه الطعام اللي موجودة عندي ليه الادوات لان الادوات اللي عندي ديت لازم تكون قائمة الطعام مجهزة الادوات مجهزة قائمة الطعام عندي عايزة فرن وعايزة تلاجات تبريد وعايزة حاجات مسلجات وحاجات من الحاجات دي يبقى انا لازم اتأكد من وجود الادوات دي والمعدات بتاعتي عشان اقوم بتنظيفها بعد ايه بعد عملية الايه الطهي مرجعة مراجعة مكينات التنظيف طبعا مكينات التنظيف عندي يعني مثلا زي المكنسة او مثلا الحاجات اللي انا بنظف بيها لازم ارجحها اول بول عشان لو فيها عطل اقوم بايه باصلح التنبيه على الوردية الليلية بالتنظيف التام التنظيف التام اللي هو تنظيف لايه مثلا الارضيات لازم تتنظف اول بول ليه الارضيات اما بسيبها مثلا فيه زيت وقع فيه ميا وقعت فيه كذا وقع وانا بسيبها على الارض ما بنظفهاش اول بول ايه اللي بيحصل بتتراكم على الارض وممكن تعملي طبقة تخلي الناس اللي شغالين في المطبخ اللي هو الشيف والمساعدين بتوعه يتزحلقوا مثلا بيقدي الى عدم نظافة تراكم الاوساخ ووجود حشرات يبقى انا لازم اعمل ايه انظف الارضيات بتاعتي اول بايه باول عشان اللي حاجات طبعا الالي والتسبيك والتسبيك واجميع انواع الطاه بيبقى في ايه حاجات بتقع على الحيطة لازم انظف الحيطان دي باستمرار لاني برضو لو سبتها تراكم الاوساخ ومرة على مرة بيعمل ايه بيعمل شكل قذر في المطبخ الافرام بتاعتي لازم انظفها اول باول برضو عشان لو فيها بوائي عدم موجود حشرات وهكذا الشويات بتاعتي الشويات بتاعتي اللي انا باستخدمها في المطبخ طبعا الشواية اما بنيجي نستخدمها بيبقى فيه دهون على الشواية لو ما نظفتش الشواية اول باول ايه اللي بيحصل بيتراكم عليها اوساخ واتربة وبتيجي تستخدمها تاني يوم الاوساخ والاتربة دي ممكن تيجي فين في الاكل وبتعمل ايه طبعا ممكن تعمل تسمم مثلا او تعمل حاجة يعني او شكل مش حلو للاكل وانا بشوي تاني مرة لو مثلا عندي شواية وبشوي عليها الشوي تاني مرة ايه اللي بيحصل طبعا مكان الشاوية اللي قبل كده بيطبع على الشاوية الجديد وبيتحرق وما بينضفش والاكل بيبقى شكله ايه شكله مش صريف اللي مقدم للعمل بعد كده التلاجات التلاجات لازم انضفها اول بول وليليا يعني كل يوم بالليل عشان ما سيبش فيها حاجات والنور مثلا يقطع حاجة تحصل او فيها بوائي او اي حاجة ويبقى لها ريحة لتاني يوم يبقى التلاجات بتاعتي البوائي اللي موجودة بتاعة الاكل لازم اشيلها وحطها فين في القمامة عشان ما يحصل ايه عفن او يحصل ايه حاجة لو النور ايه النور قطع او حصل انفصال الكهرباء عن المطبخ بعد كده مسئوليات قسم الايه الاغذية والمشروبات مسئوليات القسم نفسه احنا عرفنا الاقسام اللي موجودة في قسم الاغذية والمشروبات وكل قسم مسئول عن ايه قسم الاغذية والمشروبات بقى مسئول عن ايه اول حاجة بيعمل لي مواصفات للاغذية والمشروبات اللي موجودة عندي يبقى مواصفات يعني ايه مواصفات مثلا الاخزاء والمشروبات اللي عندي مدة صلاحياتها كذا من من كذا لكذا المشروبات بتاعتي طازجة المشروبات بتاعتي اللي بيقدمها لازم يبقى ايه مسؤول عنها يبقى المواصفات بتاعتي دي قسم الاخزاء والمشروبات بيحطلي بعض المواصفات عشان ايه عشان ما يبقاش فيه غلط في الايه في الاخزاء والمشروبات المقدمة عندي في اي قسم من الاقسام بعد كده موافقة مدير الفندق على امر الشراء انا ماجي اشتري مثلا عصاير او فكهة بعمل ايه بعمل امر شراء بيبقى مسؤول عنه مين القسم اللي عايزه يعني مثلا قسم الحفلات هو اللي بيمضي عليه على قسم الايه على المشروبات اللي انا بعملها عندي مثلا مشروبات ساخنة الكافيتيريا عندي عندي الكافيتيريا مثلا لو بتقدم اغزية مع المشروبات بتشوف امر الشراء منها ايه يبقى امر الشراء ده بشوف ايه القسم بتاعي وشوف ايه المتطلبات بتاعتي واعمل ايه واعمل امر الشراء ليها وبعد كده اخد امر الشراء وامضيه ووافق عليه من مدير الفندق بعد كده بعمل رقابة على المشتريات من حيث المواصفات طبعا انا حطيت مواصفات معينة للمشتريات بتاعتي يبقى انا لازم بعد كده اعمل ايه اما اعمل امر الشراء وجات المشتريات بستلمها بستلمها ازاي بستلمها برقابة مش بدخل كده وخلاص لا بشوف المشتريات بتاعتي سليمة مثلا فيها مشكلة لا برجح بشوف مثلا انا الكمية بتاعتي سليمة انا طلبة 10 كيلو فراولة بشوف هم جايبين 10 كيلو ولا 8 كيلو يبقى اشوف العدد الكلوات بتاعتي مثلا اشوف الفراولة سليمة وصالحة للاستخدام ولا كويسة من فوق وبيضة من تحت اشوف المعلبات بتاعتي اللي انا طلباها المعلبات دي مدة الصلاحية بتاعتها وقت ما هستخدم ولا خلاص مدة الصلاحية بتاعتها انتهت ولا هتنتهي في فترة قليلة يعني هتنتهي عندي وانا باستخدم ها يبقى انا لازم اعمل رقابة على المشترات بتاعت دي بعد كده بعمل رقابة على المخازن بقى طبعا انا باخد المشترات بتاعت دي وبعد ما اعمل لها رقابة بعد ما اشترتها بعمل لها رقابة وبعد الرقابة بدخلها المخازن عندي بدخلها المخازن واعمل رقابة على المخزن بتاعي ايه رقابة المخزن بتاعت طبعا لو انا شاري حاجات كتير مثلا حبوب ولحوم وخضروات وهكذا ايه الرقابة على المخزن ما يتحط في المخزن وخلاص لا الرقابة على المخزن ان انا بحط كل حاجة في مكانها يعني ايه كل حاجة في مكانها اللحوم في التلاجات على درجة حرارة معينة درجة حرارة ان هي ما تسحش مثلا تتنيها مجمدة زي ما هي ينفع احط الفكهة في التجميد درجة حرارة تجميد لا يبقى كل حاجة في مكانها المزبوط ودرجة حرارتها المزبوطة بحيث ان هي تقعد عندي فترة ان انا بستخدمها وما تق وما تتلفش مفيش حاجة فيها تبوز يبقى المخزن عندي مقفول بشكل محكم بحيث ان ما فيش حشرات تدخل المخزن عندي يبقى انا بحافظ على الخامات بتاعتي اللي انا اشتريتها داخل الايه المخزن وبعمل رقابة عليها بدخلها بعدد وبخرجها بعدد بدخلها على درجة حرارة معينة وبخزنها بشكل ايه صح بعدد كده بعمل جرد كل فترة على الاغذية والمشروبات دي وبسعرها بعمل جرد يعني ايه بعمل جرد كل مثلا اسبوعين كل اسبوع بروح اشوف ايه امر الشراء اللي عندي وايه امر المطبخ مثلا خده خد مثلا خمسة كيلو طماطم وعندي مثلا كم كيلو رز ولحمة وفراخ وهكذا بشوف امر الطلب بتاع المطبخ او اي قسم من الاقسام واشوف المخزون عندي اللي انا مدخله وبشوف ايه اللي فاضل عندي ليه عشان الحاجة اللي نقصة عندي بجيبها باستمرار وما يبقاش فيه عجزة عندي في اي قسم من الاقسام بشوف لو فيه مثلا اختلاص في المخزن يبقى اشوف حل في موضوع المخزن ده يبقى انا لازم اعمل رقابة وبعمل عملية جرد باستمرار عشان اشوف النواقص والحاجات اللي رقد عندي يعني ايه الخامات اللي رقد عندي يعني مثلا بجيب نوع من انواع المكارونات والزبون او العميل ما بيستخدمهاش النوع النوع ده ما بستخدمه كتير يبقى انا ما جيبوش تاني ليه لان انا عندي النوع ده انا ما بستخدموش اصلا يبقى انا هجيب منه تاني واركنه جنب الحاجة اللي مركونا لا يبقى عملية الجرد بتاعتي عشان كده بعد كده مراجعة الكابتن اوردر والفواتير الكابتن اوردر ده اللي هو موجود في اي مكان بيبقى فيه العميل موجود يعني في الكافيتيريا في المطعم في اي مكان موجود فيه ايه العميل وبيطلب اوردر طبعا الكابتن اوردر ده اللي هو بيبقى فيه ايه طبعا قسم المطعم هم اللي عارفين الكابتن اوردر بيبقى الكابتن اوردر ده بيكتب فيه الطلبات بتاع العميل وبيدي للكشير اللي هو الحسابات عشان يحاسب العميل عليه طبعا الكابتن اوردر والفواتير لازم يكونوا مطابئين لبعض ليه لان انا طبعا ماينفعش العميل طالب كذا واعمله فطورة بحاجة زيادة زي ما انت بتدخل مثلا تشرب قهوة في اي كافيتاريا او مطعم بيكتب لك مثلا ايه قهوة ازازة مية 10% خل يبقى انا كده عارف الفطورة بتاعتي فيها ايه وانا طالب ايه مايجليش الفطورة والعميل عايز يحاسب يقول لي لأ ده انت حاطتلي مثلا سكر في الفطورة لأ انا ما طلبتش سكر ده انا طالب قهوة يبقى القهوة ديت انا ما طلبت يعني انت ما طلبتش سكر ليه في الفطورة يبقى الفطورة لازم تكون مطابقة لايه طبعا الكابتن قرده والفواتير بيبقوا مطابقين بيبقوا مطابقين للفواتير بدعي المطعم اللي طالب حاجات من المغزن مع الاصناف الراكدة والتصرف فيها الاصناف الراكدة في المغزن اللي انا مش عايزها وما فيش حد بطلبها وبجيب منها كتير بس ايه طبعا ما فيش حد بطلبها يعني اجيب منها تاني ليه يبقى انا ما ينفعش حاجة ركدة عندي واجيب منها تاني يعني مثلا صنف من الاصناف انا بجيبه كتير ومتداول كتير وموجود عندي ودايما مطلوب ما اجيبوش لا يبقى انا الاصناف المطلوبة عندي اجيبها والاصناف الراكدة اللي هي العميل ما بيطلبهاش ما اجيبهاش ايه ما اجيبهاش يعني حاجة بسيطة قوي لان ممكن عميل او يعني كل فترة وفترة العميل يطلبها ما بيطلبهاش ايه باستمرار الرقابة على المشتريات التي تم بيعها طبعا المشتريات التي تم بيعها دي بتبقى قوي يعني معروفة قوي في المطاعم اللي هي التكوي او المطاعم اللي على الطرق السريعة او في الفنادق اللي هي ايه بتبيع الطلبات بتاعتها اللي هي التكوي يعني الفنادق دي اللي بتبقى الطرق السريعة بيبقى ايه العميل وهو ماشي بياخد الايه بياخد الوردر بتاعه وبياخد الطلب بتاعه وبتتباع فين على الطريق السريع او بتبقى موجودة في قلب الفندق برضو بس بتتباع بشكل مباشر او بشكل غير مباشر للعميل انا ما بعمل الاكل في الفندق وبقدمه للزبون او للعميل داخل المطعم انا مش كده ببيع الاكل بتاعي بيأكله وبيدفع تمنه يبقى انا كده ببيعه داخل الايه داخل الفندق قسم الحفلات اما بيعمل حفلة وبيقدم اغزاء ومشروبات بيعمل ايه بيبيع الاغزاء والمشروبات اللي موجودة فين في قلب الايه في قسم الحفلات ده يعني في داخل الفندق يبقى انا بعمل ايه رقابة على المشتريات دي بشوف ايه اللي شغال عندي وايه اللي ايه مش شغال بعد كده عمل حجم قياس للأطباق بالتعاون مع مدير الفندق والشيف يعني ايه حجم أطباق حجم أطباق يعني ايه حجم أطباق يعني انا عندي بوفي ماينفعش ان انا اعمل بوفيه بتبقى صغيرة كده البوفيه بتاعي لازم له أطباق كبيرة عشان العميل بيحط فيه الاكل بتاعه لو عملت أطباق صغيرة كده ايه لا يحصل هيروح يودي طباق ويجيب طباق ويودي طباق ويجيب طباق وليه انا بشوف ايه حجم الأطباق بتاعتي اللي موجودة في البوفيه وبعمل ايه وبشوف وبطلب من مدير الفندق ان انا ايه ان يتوفر لي حجم أطباق مناسبة للايه للمبيعات بتاعتي بعد كده مراجعة الكابتن أردى والفواتير وبعدين مراجعة فواتير الشراء والمقارنة بما تم استلامه اللي انا عملته في المغزن واللي انا هعمله في القسم هو هو اللي انا بعمله فين في المغزن وفي القسم اللي انا لازم اراجع الفواتير بتاعت الشراء وبراجع الكابتن أردى بتاعي وبشوف الفواتير بتاعتي مع الكابتن أردى ومع امر الشراء ومع كشوف التسليم بتاعت القسم لازم كل ده يدرجع مع بعضه ولازم كل حاجة تكون مطبقة لبعضها ماينفعش ده يبقى امر الشراء بتاعي كبير وانا الاستلام بتاعي اقل من القسم طالب مثلا حاجات قليلة والامر الشراء بتاعي ايه والامر الشراء والاستلام بتاعي كبير يبقى انا لازم كل حاجة باستلمها والفواتير والكابتن أردى ده كله لازم يبقى ايه مع بعضه ولازم يبقى مطابل لبعضه الرقابة على البرات لمعرفة المشروبات التي تم بيها طبعا البار اما باجي ابيع الحاجة بتاعتي البار ده مش لازم حاجات كحولية بتتبع فيها البار ممكن يقدم ايه ممكن يقدم مشروبات ساخنة يقدم عصاير وهكذا يبقى انا لازم اعمل رقابة على البر بتاعي عشان اشوف ايه اللي اتباع في المطعم بتاعي المطعم بتاعي بيبقى ملحق ببار ايه مثلا مشروبات الساخنة ايه اللي اتباع عندي النهاردة العصاير ايه اللي اتباع عندي في العصاير وهكذا يبقى انا بعمل ايه بعمل مقارنة ما بين الاستلام بتاعي بتاع قسم المطعم والبر مع قسم الايه مع المخزن ومع قسم المشروبات ومع قسم الاغذاء والمشروبات يبقى انا لازم اعمل ايه كله يبقى مساوي لبعضه وكله يبقى مطابق لبعضه بعد كده بقى هنتكلم عن قسم مميز اوي اللي هو قسم الاستعلامات يبقى احنا كده خلصنا قسم الاغذاء والمشروبات وايه المهم بتاعته وايه الاقسم بتاعته هنتكلم بقى عن قسم الاستعلامات قسم الاستعلامات ده مهمة اوي في الفندوق ليه هنعرف دلوقتي قسم الاستعلامات ده بيلم بجميع الخدمات اللي موجودة في الفندوق يعني ايه هو ايه قسم الاستعلامات ده اصلا قسم الاستعلامات ده اللي هو اول ما العميل بيدخل الفندوق بيستقبل العميل بيستقبل العميل عشان ايه يعرفوا ايه الخدمات اللي موجودة عندي ايه الخدمات اللي موجودة عندي داخل الفندق وقسم الاستهلمات ده هو اهم حاجة في الفندق اول ما يدخل العميل بيستقبله كده طبعا بابتسامة حلوة واستقبال جذاب للعميل عشان يجزب العملة طبعا قسم الاستهلمات ده شغله كتير قوي وشغله مهم قوي في بداية استقبال العميل بس عشان اعرف ايه هي المهام بتاعته ان شاء الله هنعرفها في الحلقة القادمة واشوفكوا على خير ويا رب تكونوا استفدوا وان شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته